زمان بالنسبة لنا كان دخول قطة العمليات ده كان يعني حدودة تخوف الحقنة كانت حاجة تخوف جداً وكنا منلجأ لها يعني آخر حل دلوقتي بقى فيه هوس كبير جداً بقينا نشوفه في السنوات الأخيرة بعمليات التجميل والموضوع ما بقاش مقتصر بس على اللي عندهم مشاكل ظاهرة أو تجعيد لكن كمان بقى فيه بنات صغيرة جداً بيقبلوا على ده وممكن يكون فيه أضرار مستقبلية ليه هم ممكن يبقوا عارفينها بس برضو عشان فكرة التجميلة مصطفى برضو بيروحوا وبياخدوا الرزق أو بيدخلوا نفسهم في مخاطرة يعني بدأ الموضوع من لبنان وكان المصريين أو المصريات تحديداً بيلجأوا ليه عطباء هناك النهاردة الموضوع بقى منتشر جداً بقى عندنا لبنان في التجمع الخامس بقى فيه كمية دكاتر التجميل بتشتغل منهم من يعمل بضوابط ومنهم لا يعمل بأي ضوابط خلان نعرف إمتى نلجأ لعمليات التجميل إزاي نعالج مشكلات الجلد والندوب من غير ما يبقى فيه عملية أو مشرة زي ما قالت جمان بزحبتنا النهاردة الدكتورة هدير سلطان أخصائي التجميل اللي حتكلمنا عن كل هذه الموضوعات صباح الخير دكتورة ومن وراء النهاردة في الستوديو أهلا معكم إزاي حضرت قولنا إمتى نلجأ للتجميل وإمتى ما نلجأش ده السؤال يعني يمكن الأكثر يعني إيه شمولاً دلوقتي أنا حب أوضح في أول حاجة خالص أنه إحنا مش بنلجأ علشان إحنا مفروض نعمل تجميل لأن ما هيش ضرورة هي بتبقى احتياج للعيانة أو للبيشنت وإذا كانت ست أو حتى رجل ده في الأول وفي الآخر ممكن يأثر على صحتهم النفسية على السيلف كونفيدنس سقتها بنفسها بتحس أنه في حاجة معينة مدايقاها ولكن هي ليست ضرورة يعني أي جراح تجميل بيبقى عليه مسؤولية كبيرة لأن العيانة دي اختارت بإرادتها أنها تدخل عقودة العمليات فده يبقى فيه مسؤولية أكبر على أي جراح داخل ومن هنا لازم نكون عندنا ثقة ونبقى عاملين بحث ونبقى عارفين الدكتور اللي احنا هنروح له أو هنتعامل معاه احنا وثقين فيه جدا وهنديله نفسنا يعني عشان يدخل بينا قط العمليات ونطلع بسلام فلازم أبقى وثقة في الدكتور اللي أنا رأي حاله ده في الأول ثاني حاجة الجمال نسبي أو الجمال كلنا حلوين ودي كل شي شوية ناس بتشوفها بس دي حقيقة كلنا حلوين وكل حد بيبقى محتاج يعني يفضل في أحسن شكله وأحسن حاله فالموضوع كله بنلجأ له لما نكون إحنا نفسيتنا هتتحسن أو شايفين إن فيه حاجة هتخلينا أحسن ما هي فكرة نفسيتنا هتتحسن دي دكتور عريضة شوية يعني دي أي حد شايفنا ولم يعمل حاجة وشكله يبقى أحسن أكيد نفسيتها هتتحسن و هنا نعرف إمتى برضو تاني نختار الدكتور اللي يعرف يقولك لا شكرا يعني في العيادة ممكن يجي لي حد أقولها لا أنت مش محتاجة اللي أنت بتقولي عليه فهي من هنا برضو فكرة اختيار الطبيب اختيار الطبيب ده يعني عامل كبير قوي أنت ما دام اختارتي الدكتور صح ووثق فيه صح هو هيعرف يقولك إمتى لأ ويمكن يقولك آه ده محتاجة ده مش محتاجة وأنا من المدرست أنه التجميل ده مش بالورقة والألم وما هواش ما فيش حاجة اسمها بيوتي ستاندرز ما فيش مقاييس للجمال ما هواش موضة أنا بشكرك بقى على النقطة دي لأنه حي مؤخرا بقينا بنمشي فعلا الناس بيتشبه بعض يعني هي في شكل معين احنا بنروح صورة معينة بنروح بيها للدكتور أنا عايز الشكل ده المنخير بشكل معين حجم البؤت بشكل معين الخدود والعين بشكل معين فبقينا بجد بنشوف الناس كلها يعني بنشوف مثلا بنات في أعمار مثلا متقاربة بجدهم كلهم شبه بعض فهنا الدكتور المفروض يتعامل على أي أساس يعني خلينا نقول إن سيدة أو بنت راحت لدكتور تجميل قلت له أنا عايزة شكل منخيري كذا شكل عيني كذا شكل وشي كذا هل مفروض الدكتور يوفق على أساس الشكل اللي هي عايزة ولا على أساس مقاييس جمالها هي مقاييس شكلها هي إنه ما يغيرش أصلا شكلها بالضبط إحنا ما بنغيرش شكل اللي إحنا موجودين به لأن دي البصمة بتاعتنا كل حد شكله مختلف ودي بصمته إحنا بنحسن ما نحسن ما نحسن ما نحسن لدينا أو بنوصله المرحلة نكون إحنا فيها ساتسفاكشن بالنسبة للبوينت بتاعت إنه الدكتور لأ إحنا بنوقفها أنا عندي أولا ميديكالية أو طبيا عندي معايير معينة وعندي مقايير معينة أو مقايير معينة نسب معينة بنمشي عليها ففي حاجات قولها لأ مش هتنفع لأنه كتير قوي نشوف تيجي بصورة تقولي أنا عايزة ده لها ما فيش حاجة اسمها كده بجد أنا بقيه بشوف ناس بتيب بالفلتر أيوة لا دي حقيقة أنا شفتها كتير في العياد دكتور عايزة أكون زي الفلتر ده لها ما فيش حاجة اسمها كده طب حضرتك عندك يعني ضمير أو عندك إثيكس أو عندك قواعد بتقولي هل النقابة عندنا نقابة الأطباء بتحاسب دكتور التجميل أو طبعا إمتى تحسبوه وإمتى ما تحسبوش وإمتى فيه مساحة رمادية ممكن يعني الطالب فيها المشرع المصر إنه هو ياخد خطوات بعد كده لا هو يعني فيه ثوابت وده في الأول وفي الآخر دكتور التجميل طبيب ففيه ثوابت وفيه ثوابت علمية وطبية إحنا بنمشي كلنا بيها اللي هي إيه هي هي سبت هي الطب التجميل ممكن يكون مدارس في رؤيته لأنه في الأول وفي الآخر فيه جزء فني يعني فيه نظرة كده فنية لكن فيه ثوابت وفيه حاجات سبتة لازم كلنا نمشي عليها للأسف ممكن فيه ناس ما تمشيش عليها ووقتها لا طبعا بيكون فيه يعني فيه سن إيه أقدر إمتى أحبت يعني دينا برضو فيه حاجات فيه حاجات ليجلي يعني مثلاً أي حد تحت 18 سنة احنا ما بنتكلمش مثلاً معا لا مفروض بعد 45 سنة احنا ما بنتكلمش فيه حاجات معينة ينفع لأنه فيه حاجات بتتأثر أو بتعدي على على البنات وهم صغيرين ممكن تسقط شعر ممكن حبوب شباب ده مش إجراء تجميلي ما يتبرش إجراء تجميلي كل الحاجات دي تندرج تحت شغلنا إنما لو فيلر وبوتوكس فيه حاجات بتستخدم تبقى العينة فعلاً محتاجاها تعرضت لحاجة معينة مش كل الحاجات التجميلية من باب بس التجميل لا أنا ما بتكلمش على ده يعني لو حد ده مثلاً عنده خياطة برز عنده حاجة ده بالعكس الطب رحمة أنه هو بيعمل حاجة زي كده أكيد وبيعالجه نفسياً يديه حاجة أفضل لكن أنا بتكلم على الحاجات اللي مالهاش لازم بني بتتعامل بشكل ده كلام مالك هنا برضو يجي دور الدكتور اللي يعرف يقول لأ زي ما قلت في الأول ويقول لها أنت مش محتاجة ده أو إحنا لسه بدي يعني إن إحنا نبدأ ده أو ويرجع لها يعني بوست وفعلاً بيجو 18 سنة يا دكتور آه أحياناً بصحبة والدتها والدتها وكده آه أحياناً آه ممكن تيجي بصحبة والدتها ونقعد ونتكلم وندردش نشوف فيها فعلاً محتاجة ده ولا مش محتاجة ده ونتكلم كده ونزبط نفسية وبعدين تيجي لأنه يعني العامل النفسي مهم جداً هو اللي محرك 90% يمكن من البشنس اللي بتيجي العيان طبعاً العامل نفسي مهم جداً وفيه حاجات بتأثر على نفسية أي عيانة مهما كان عمرها أو عيان حتى لا حي كمان السوشال ميديا يعني ليها تأثير كبير قوي في الموضوع ده طبعاً من أكثر البرسيدجورز أو من أكثر الإجراءات التجميلية اللي بتتعامل لأنها أسهلها كمان بالضبط أولاً البوتوكس والفيلر يعني ايه الحالات اللي بنستخدم فيها بوتوكس ايه الحالات اللي بنستخدم فيها فيلر وأي سن حضرتك قلت إقلاً من 18 سنة لا والأضرار هل ليهم أصلاً أضرار في المستقبل ولا لا لا هو كده كده بوتوكس إحنا يعني يعني أعلم بنتلع بقى فوق 18 دي بشوية كويسي إحنا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر البوتوكس ده عبارة عن توكسن بنحقنه في العضلة بنضعفها شوية وده بنحتاجه وقت لما الخطوط السابتة اللي بتزهر لما بنبدأ نحرك وشينة أو نعمل حركات معينة فلما الخطوط دي بتبدأ من الخطوط التعبيرية بدل ما تبقى متحركة تبقى ستاتك تبقى بقية سابتة وقتها نبدأ نفكر إن احنا نعمل بوتوكس الفيلر دي مادة مالئة يعني بنعمل فيها فيلنج من اسمها فيلر لما يحصل مثلا كبرنا شوية في العمر خسرنا وزن حصل أي حاجة غيرت من الرسمة بتاعته الشنة فضيقتنا فبنلجأ وقتها للفيلر بنقدر نملة بيه نرفع بيه الشنة نقلل من علامات تقدم السن كل حاجات دي بنقدر نعملها باستخدام الفيلر فده باختصار الفرق ما بين الفيلر وما بين البوتوكس الأضرار بقى الأضرار هو ما فيش حاجة مالهاش أضرار فاحنا بنعتمد على كذا حاجة أول حاجة ودي أهم حاجة طبعا الدكتور الدكتور الشغال تاني حاجة المكان يكون مكان أنا واثقة فيه عارفة هو بيستخدم إيه كويس قوي البرودكت اللي بتستخدم دي بتستخدم إيه وبعدها غالبا ما بيكونش فيه أضرار ما بقولش إن الحاجات دي ملهاش كومبليكيشنز أو أضرار لها بس أنا لو عرفت اختار دكتور صح واثق عارف هو بيعمل إيه دكتور دكتور شاطر وبيشتغل في مكان ثقة المكان دي أنا عارفة هو بيدخل وبيستخدم إيه لأنه للأسف دلوقتي بقت الحاجات دي في منها حاجات مش ثقة قوي وقتها أنا هدخل وأنا متطمنة لأن دكتور شاطر فاهم هو بيعمل إيه والماتيريا اللي هتتحط في الشي أنا واثقة هي إيه وجاية منين وملخصة من وزارة الصحة وكل كلام ده وقتها أنا مش هيبقى عندي أي أنواع الخوف لأنه نسبة الضرر هتبقى قليلة جدا تكد تكون مش موجودة كنت متفرج على تكيومنتري تقريبا للفنانة إليسا وكانت بتقول فيه أن اللي بيخش في عمليات التجميل ده طريق اللا عودة يعني لو بدأت مرة هتفضل طول عمرك ماشي في القصة دي ليه؟ لأن بنتعود على شكلنا بالحاجات الجديدة فتفضل كل أبديت تروح لل ولكن عايزة بس أوضح أوضح بوينت واحدة أنه إحنا لما هنبتدي لما مثلا مدة البوتوكس مثلا بيعد قد إيه بيعد دلوقتي كنا زمان نقول 6 شهور دلوقتي 3-4 شهور ماكسيموم هي بتبقى خايفة أنه بعدما البوتوكس يروح أنا هبقى أسوأ من الأول فهبقى على طول محتاجة أعمله لأ إحنا بنرجع لنقطة الصف عضلتك بترجع تاني للأكشن بتاعها الطبيعي فإحنا مش هنرجع لحاجة أوحش إحنا هنرجع للطبيعي بتاعنا ولكن أنا ببقى خلاص تشايفة بأن الطبيعي وحش مش وحش هو برضو مش وحش مش حابة أقول إن ده لازم أو إن إحنا محتاجين لازم نعمل بوتوكس وفيلر ومن غيره بنكون وحشين لأ بس إحنا بنبقى عايزين يعني نلوك أور إيج نفضل نمر بالتسلسل الطبيعي لعملية الإيجينج أو التقدم في العمر ولكن حلوة الكلمة بتاعت إنه يلوك جود فور يور إيج يعني شكلك حلو لسنك أو شكلك سنك لأنه في عوامل تانية ممكن تخلينا يبقى شكلنا أكبر من عمرنا فالحاجات دي بتساعدنا حتى ما نبص لنفسنا في المراية أو نبص على صورنا الأديمة اللي كانت من سنتين تلاتة إحنا لسه نفس الشخل ده بالنسبة للبوتوكس بس دكتور يمكن الفيلر شوية أعتقد سلاحيه لو أنا غلطانة الفيلر ممكن شوية يبقى فيه سنة مخاطرة عن البوتوكس لأنه زي محضرتك قلتي هو بيملى مادة بتملى ما بين الجلد يعني بتدخل بين الجلد فبتملى لما المادة دي بتروح الجلد بيرجع خليناه باللغة الدرجة يعني بيتهدل الناس بتقول كده صححيلي لو أنا غلطانة برضو بيتهدل أو بيحصل مشكلة أو من الفيلرز بتبقى أكتر من البوتوكس بكتير وخاصة أنه كمان مع العمليات الكتير أو مع الإجراء الكتير أو حتى بنشوف فنانين كتير يعني بعد فترة شكلهم بيتغير تماما وبتبقاش بالعكس تبقاش مجدية بالعكس تبقى مش لطيفة خالص لأنه لنفس النقطة اللي بدأنا في الأول إمتى الدكتور يقولك لا كفاية فيه فرق من أنا بحقن الفيلر اللي أنا محتاجه وفيه فرق إن أنا أعمل أفر فيلنج إن أنا أعمل أفر فيلنج ده ممكن يديني عمر أكبر من عمري أصلا لأنه حطت كمية أكبر من اللي هي محتاجاها فيديها شكل فيك ويديها سن أكبر من سنها ووقتها لما الفيلر ده بيبتدي يتكسر إحنا قريدي الإيجينج بروسس ماشية فالفيلر الحاجة اللي كانت مالية ومقللة المنظر ده مثلا ابتدت تقل الفيلر لما ابتدى يتكسر أو ابتدى يروح أنا مرجعتش لنقطة أسوأ لكن أنا رجعت للطبيعي بتاعي أنا لم كنتش حطيت فيلر هو ده كان النساق اللي جلدي مثلا ماشي عليه أو اللي وشي ماشي عليه لأن الفيلر في الأول في الآخر ده هيلورانيك أسيت بيبقى كروس لينكر فيبقى وقتها يبقى في الكونسستنسي بتاعته تكون جل أو تكوينه يكون جل وقواملة بيه لكن هو في الأول في الآخر هيلورانيك أسيت طول ما الفيلر بيتكسر طول ما أنت في أمان إحنا كانت مشكلتنا زمان الفيلرز والحاجات اللي كانت بتبقى دائمة دي كان بيبقى في منها مشاكل إنما مدام بيتكسروا جسمنا بيتكسروا أمان أنا ممكن حأنتهى وما عجبهاش بكسروا وإحنا وقعدين إن فيه مادة بتتحط بتكسر الفيلر وإحنا قاعدين فمشاكل الفيلر برضو لو كان الدكتور شاطر والمكان تمام تراستد هيقولك لأ هيوقفك هيقولك لأ إحنا مش محتاجين نحط فيلر أكتر من كده إحنا مش بنملأ وخلاص في الأول في الآخر برضو الموضوع ليه نظرة فنية أنا ببصه ببص على اللي أنت محتاجاه فطول ما إحنا حطين المناسب ليكي لأ مش هيبقى منه قدر طب إيه اللي نحذر منه ونقول إنه هو ممكن يجيب لك قدر الله أمضوحش لو أهملنا مواد عاملة إزاي يعني المواد ما هي دي ما حدش يحقن حاجة مش عارف هو حقا إيه ده حق أي عيانة مثلا هتدخل تعمل أي إجراء في الربوتوكس سكين بوست واتأذر هو إيه حقها أنها تبقى عارفة هي بتحقن إيه والمادة دي تاريخ سلاحيتها إيه خلص ولا لسه ولا قرب الحاجة تتفتح قدامها المكان يبقى التعقيم بتاعه مناسب عشان كده قلت في الأول لازم نختار مكان نبقى واثقين فيه لأن أي مشكلة في الحاجات دي تعمل مشكلة كبيرة هو أصلا مبدئين دكتور للأسف فيه بجد أماكن هي مش حتى مش عيادات هي أماكن تبقى زي مراكز تجميل بيبقى فيها حد بيحقن مجرد أنه بيعرف الأماكن اللي ممكن يحط الحقنة فيها فيحقن بالمواد دي بتحصل حواليس ومفيش حد يعرف يعرف يحط الحقنة فيه إلا لو كان طبيب ده آناتومي ده علم تسرير لازم بقى عارفه هو داخل فين وهنا فيه استروكتشرز إيه وممكن يعمل إيه والدكتور الشاطر مش بس اللي هيعرف الحقنك صح اللي هيعرف يعالجك لو حصل لك مشكلة أو حصل كمبليكيشنز لأن كمبليكيشنز ورده مفيش حد كبير عن الغلط السكارز والندوب والجروح اللي بتبقى موجودة بقالها فترة ممكن تتعالج ولو ممكن تتعالج تتعالج إزاي؟ ممكن تتعالج وبتتعالج دلوقتي بقى عندنا التكنولوجيا توصلت لحاجات كتير عندنا ميكرو نيدلينك ديفايسز وعندنا فاكشنال ليزر وعندنا حاجات بنحقنها في السكارز في حاجات كتير قوي وصل لها العلم دلوقتي الموضوع ده أكيد بيأثر على نفسيات العينين وبيبقوا جايين موضوع مضايقهم بس يعني الموضوع بقى أبسط من زمان بكتير والحاجات دي بتتعالج بكل سهولة بس أهم حاجة يعني نروح لدكتور والدكتور هيمشينا على بروتوكول وأنه يبقى عندنا شوية صبر لأن الحاجات دي محصلتش أوفرنايت محصلتش في يوم وليلة فهي بس رحلة العلاج بتاعت الندبات تاخد وقت شوي فنبقى صبرين بس ألا يا حال ما بين العلاج اللي هو معروف وعارفينه كلنا ندوب حروق وما بين التجميل اللي هو بقى منتشر فجوة كبيرة جدا فجوة يعني بدأت من سنين وانتشرت وامتدت وبقت فيها محزير وبقت فيها تشريعات مطلوبة وبقت فيها بشاكل بتحصل في الجلد وبقت فيها حقا ممكن تكون صلاحياتها منتهية وتضر المريض أو البيشن على أي حال تكلمنا في كل ده بالتفصيل وكان بصحبتنا دكتورة هدير سلطان خصائي التجميل لنوردنا منهارة فلسطورة شكرا جزيلا دكتور شكرا لك يا دكتور